التقى محافظ حضر موت مبخوت مبارك بن ماضي بالمكلة وفد جمعية النجاح الخيرية بدولة الكويت الذي يزول المحافظة حاليا وتعرف المحافظ خلال اللقاء من رئيس وفد الجمعية عمر العازمي على جملة من المشاريع الخدمية والخيرية التي تمولوها الجمعية في حضر موت عبر شراكتها مع مؤسسة عياد الخير للتنمية وسارض المدير التنفيذي لمؤسسة عياد الخير فؤاد باخوار أبرز المشاريع المتمثلة في إنشاء قرن سكنية ومستوصفات خيرية وقافلة ومخيمات طبية ومساعدات إنسانية وثمن المحافظة بن ماضي المساعدات الخيرية والإنسانية لدولة الكويت الشقيقة في حضر موت وعموم الوطن وقال ما من منعطف ومرحلة في اليمن إلا وتجد لدولة الكويت بصمة فيها وشكر المحافظ باسم قيادة المحافظة بناء حضر موت كافة تدخلات دولة الكويت الشقيقة في دعم المشاريع الخيرية والخدمية والإنسانية